اشتركوا في القناة الضرب في العدد تسعة والآن دعونا نستعد مع هذا المثال باع تاجر ثمان صناديق من المربى فإذا كان في كل صندوق تسع عبوات كم عبوة باع التاجر فإذن سنستعمل النماذج لإيجاد ناتج الضرب في العدد تسعة والآن دعونا نستخدم نماذج المكعبات المتداخلة لدي مجموعة من المكعبات المتداخلة في كل نموذج تسع مكعبات أحتاج إلى ثمانية نماذج واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية حسناً الآن دعونا نعاد المكعبات معاً أريد سماع صوتكم هيا بنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة بصوت عالي سبعة عشر ثمانية عشر سبعة وعشرون ستة وثلاثون ممتاز أحسنتم ممتاز ممتاز أحسنتم ستة واربعون أكمل أربعة وخمسون ممتاز ثلاثة وستون سبعون واحد وسبعون واثنان وسبعون ممتاز فإذن الآن كونا ثمان مجموعات في كل مجموعة تسع مكعبات فأصبح لدي اثنان وسبعون قطعة فإذن ثمانية ضرب تسعة يساوي اثنان وسبعون وباع التاجر اثنان وسبعون عبوة والآن دعونا ننتقل إلى النبطة التالية حسنا نستطيع في جدول العدد تسعة أن نستخدم أيضا الأنماط حيث يشكل العامل الثاني وناتج الضرب في تسعة نمطا لنرى معا الآن دعونا ننظر إلى هذه الأعداد والأعداد في العشرات ولاحظ أن الاثنان في العشرات في الناتج أقل بواحد من العامل المضروب فيه فإذن رقم العشرات في الناتج دائما يقل عن العامل المضروب في التسعة بواحد فإذن هذه استطيع استخدامها كمعلومة ذهبية مثلا لدينا هنا أيضا أربعة والناتج في العشرات ثلاثة إذن الثلاثة أقل من الأربعة بواحد الآن ننتقل إلى النقطة الثانية في أربعة وخمسون مجموع الرقمين أربعة وخمسة يساوي تسعة إذن استنتج أن مجموع الناتج في جدول ضرب التسعة يساوي تسعة مجموع الأرقام في ناتج الضرب يساوي تسعة فإذن هذه المعلومة الذهبية الثانية لتكون لدينا كسر نستطيع التعامل مع جدول ضرب التسعة بهذه النقاط الذهبية مثلا لإيجاد ناتج ستة ضرب تسعة سأتبع الخطوتين الأولى ستة ضرب تسعة الستة ناقص واحد يساوي خمسة في العشرات الخطوة الثانية ما هو العدد المكمل للخمسة حتى يصبح الناتج تسعة خمسة زائد أربعة ممتاز فإذن العدد أربعة سيكون في الآحد وحصلت بذلك على ناتج ضرب ستة ضرب تسعة الآن لنتدرب معا أخرج يا صغيري سبورتك الصغيرة أو ورقتك الخارجية ودون الأسئلة معي أجد ناتج الضرب مستعملا للنماذج أو الأنماط تسعة ضرب ثمانية تسعة ضرب خمسة وتسعة ضرب أربعة لدينا دقيقتان لا تنسى استخدام النقاط الذهبية تسعة 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 شكرا حسنا هل قمتم باستخدام لقاطنا الذهبية ممتاز بارك الله فيكم هيا أروني السبورات واحد اثنان ثلاثة أرفع ما شاء الله ممتاز أحسنتم هيا لنجاوب معا على السؤال الأول تسعة ضرب ثمانية ممتاز اثنان وسبعون وماذا عن تسعة ضرب خمسة ممتاز خمسة وأربعون والآن تسعة ضرب أربعة أريد أن أتحقق من الإجابة معكم هيا بنا الأربع ناقص واحد يساوي ثلاثة في العشرات وما هو مكمل العدد ثلاثة حتى أحصل على تسعة ممتاز ستة فإذن الجواب ستة وثلاثون أحسنتم إجابات مميزة والآن ننتقل معا إلى التدريب التالي أكتب العدد المناسب في المربع إذن علينا أن نبحث عن الأعداد المفقودة لا تنسى أن تبحث أيضا عن النقاط الذهبية عدد ضرب تسعة يساوي ثمانية عشر عدد ضرب تسعة يساوي واحد وثمانون ثلاثة ضرب عدد يساوي سبعة وعشرون وعدد ضرب تسعة يساوي ثلاثة وستون هيا يا صغيري أخرج سبورتك الصغيرة وورقتك الخارجية وابدأ بالحل لدينا دقيقتان وسنعود لحال هذه المسائل ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا هيا يا عزاء التلاميذ أروني إجاباتكم واحد اثنان ثلاثة أرفع ما شاء الله ممتاز أحسنتم هيا لنتحقق من الإجابات معا واحد في العشرات أضيف إليها واحد فيصبح العدد اثنان أحسنتم وماذا عن هذه الإجابة تسعة ممتاز وهنا أيضا تسعة وماذا عن العدد المفقود أحسنتم إنها السبعة بارك الله فيكم تستحقون نجمة الآن لننتقل إلى التدريب الأخير يحتفظ علي بثلاثة وستون قطعة تحجر موضوعة في صناديق صغيرة فإذا احتوى كل صندوق على تسعة قطعة فما عدد الصناديق فإذا لدينا ثلاثة وستون قطعة سأستخدم الآن نماذج للعدد لدي هنا ثلاثة وستون قطعة علي تكوين مجموعات في كل مجموعة تسعة قطعة ثلاثة وستة 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 مجموعة أولى ثلاثة وستة وستة مجموعة ثانية اثنان اربعة ستة ثمانية وتسعة مجموعة ثالثة اربعة وثلاثة سبعة واثنان تسعة مجموعة رابعة ثلاثة ستة وتسعة مجموعة خامسة ثلاثة ستة وتسعة مجموعة سادسة ثلاثة وثلاثة وتسعة مجموعة سابعة اذا حصلت على سبع مجموعات في كل مجموعة تسع قطع فاذا في الصندوق الواحد تسع قطع صندوقان ثمانية عشر ثلاثة سناديق سبعة وعشرون اربعة سناديق ستة وثلاثون خمسة سناديق خمسة واربعون ستة سناديق اربعة وخمسون سبعة سناديق ثلاثة وستون فاذا اصبح لدي سبعة سناديق ممتاز بارك الله فيكم فاذا علي احتفظ بقطع الاحجار في سبعة سناديق فاذا اليوم تعلمنا ايجاد ناتج الضرب في العدد تسعة ممتاز احسنتم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة للمزيد من الاستفادة يمكنكم الرجوع لكتاب الطالب لحل تمارين الدرس صفحة 130 و130 وبذلك انتهى درسنا لهذا اليوم القاكم في دروس قادمة اشتركوا في القناة